للعدالة وجه واحد والظلم والهيمنة وجهان لعملة واحدة هدفها حرمان الشعوب العربية والإفريقية من متعة كرة القدم ومتابعة أنديتها ومنتخباتها القصة تعود لسنوات مضت من الهيمنة على كافة البطولات الإفريقية واليوم أزدل الصطار على سنوات الحرمان بعدما فسخ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف رسميا تعقده مع الشركة الفرنسية لاجردير والمالكة لحقوق بث وتسويق بطولات الكاف الكاف الآن في موضع قوة عما سبق الآن يوجد شركات أخرى تريد دفع أضعاف مضعافة عن المبلغ الذي تعقدت عليه لاجردير لشراء جميع حقوق البث في البطولات الإفريقية فأعتقد سيكون من الصعب عليهم الدخول مرة أخرى في تلك المنافسة أن المنافسة ستتسع الشركة الفرنسية الدعم الرئيسي لمجموعة قنوات بإنسبورت القطرية من خلال احتكار منافسات الاتحاد الإفريقي على صعيد الأندية والمنتخبات اعتبرت هذا الأمر غير قانوني وطالبة الكاف بالتراجع عن القرار وينص العقد بين الطرفين على سيرياني حتى عام 2028 بقيمة مليار دولار كان الاتحاد الإفريقي في 2017 وقت رئاسة عيسى حياته كان تعقد مع الشركة الفرنسية لمدة 20 عام والمدة دي وجدوا فيها أن هي فيها احتكارية شديدة وبتؤثر على المشاهد المصري وبتؤثر على احتكار المنافسات الرياضية ومشاهدتها وأثار القضاء المصري تلك القضية منذ أعوام وأصدر فيها حكما بتغريم عيسى حياة الرئيس السابق للاتحاد الإفريقي بالإضافة إلى سكرتير الكاف بمبلغ مليار جنيها للنشرة الرياضية محمد عبد الحكم القاهرة